أوروبيا الجناح العسكري لحزب الله هو إرهابي والسؤال الأساسي كيف سيميز الأوروبيون بين من هو في الجناح العسكري للحزب ومن هو في الجناح السياسي هذه التسمية المخرج ليست بحسب المطلعين وليدة الساعة بل هي بالنسبة للأوروبيين والحزب أهون الشرين وهي صيغة كان تم التوافق عليها في خلال زيارة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي إلى بلغاريا في 15-2012 فعلى خلفية تفجير بورغاز في بلغاريا والذي استهدف سواحا إسرائيليين وعلى خلفية الإعداد لهجمات أخرى في أوروبا ومنها قبرص أدرجت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع ما أسمته الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية وقد نجحت الدول الداعمة لهذا التوجه في سحب تحفظات الدول المعترضة ولكن اللافت في هذا القرار أنه أبقى قنوات الاتصال مع حزب الله أو جناحه السياسي مفتوحا فهم أكدوا أنهم يريدون مواصلة الحوار مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله الذي يلعب دورا أساسيا في هذا البلد العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أشادوا بالقرار فوزير الخارجية الفرنسية رونوفا بيوس قال بإدراج حزب الله على لائحة الكائنات الإرهابية يقوم الاتحاد بمطابقة القانون على الوقائع ورأى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن هذا القرار لن يؤثر على استقرار لبنان أما زميله الهولندي فرانس تيميرمانس فقال اجتزنا مرحلة هامة بمعاقبة الجناح العسكري من خلال تجميد أرصدته وبلبلة تمويله والحد من قدرته على التحرك الدبلوماسية اللبنانية التي كانت قد حاولت ثانية الاتحاد الأوروبي عن قراره فشلت بذلك وأعلن وزير الخارجية عدنان منصور أنه بانتظار النص الرسمي للقرار ليبني على الشيء مقتضى قوى 14 أداروا على لسان منصق الأمانة العامة فارس سعيد حملت حزب الله وتصرفاته مسؤولية القرار الذي سيكون له تداعيات على لبنان موضوع إدراجه على لائحة الأرهاب سيعقد عملية إنتاج السلطة في لبنان هل فيه إمكانية أنه تتألف حكومة مع ممثلين عن حزب موجودين على لائحة الأرهاب هل ممثل هذا الحزب بالبدل المدني حول طولة مجلس وزراء ومن وراءه بالبدل المرقطة قابلين على أن نتفاهم نحن وياهم تجميد أموال ومنع دخول إلى أوروبا هي من تداعيات القرار المتعلق بالجناح العسكري علما أن الأمريكيين عندما وضعوا الحزب على قائمة الإرهاب لم يميزوا بين جناح عسكري وآخر سياسي حتى أن الحزب لم يتحدث يوما أنه حزب بجناحين ترجمة نانسي قنقر